اشتركوا في القناة ما احنا عودنا اهلنا بكل مكان ان مصر بتسطر التاريخ ولذلك العرس اللي حصل امبارح بمشاهدة بمشاهدة يعني ورؤية ينظر لها العالم بفخامة السيد الرئيس عفتاح السيسي كل التحية وكل التقدير للقائمين على الجهات المعنية في مصر العرس اللي حصل امبارح الفرحة اللي حصلت امبارح الانتصار الكبير اللي حصل امس طبعا كان فخامة السيد الرئيس عمل جولة جميلة جدا جولة يشهد لها العالم والله العظيم بيشهد العالم حقيقي بنقول لله لاردو اسمه ايه اللي هو بتاع انتوا فاهمين لو عادنا نتكلم هنقول كتير واسنين ويا ما قلنا على البلاد دي قبل كده ويا ما قلنا ايه فكرهم وايه اللي بيحاولوا ان هم يتلعبوا بيه لانكسار الدولة المصرية ولكنه هنا تاريخ جيشنا المصر العظيم اللي قدر سالة قوية ليه احلى تاريخ في العالم كله بامس تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عن تبتاح السيسي لو اتكلمنا كتير هنقول مصر بتسطر التاريخ معانا النهاردة اعزائي المشاهدين في كل مكان اهلين على مستوى المحافظات على مستوى الكرة على مستوى النجوع معانا مواضيع كتير معانا النهاردة قماط من الجيش والشرطة سابقا هنتكلم عن العرس هنتكلم عن الفرحة هنتكلم عن حاجات كتير هنتكلم عن الحزاب هنتكلم عن الاجهزة التنفيذية هنتكلم عن مواضيع كتير قوي هنغزو العالم من خلال برنامجكم أحداث الساعة واشتدكم المفضلة الصحة والجمال لكن تعالوا أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونستقبل ديوفنا السيد ألواء حسن ناجي مساعد وزير الداخلية الأسبك وسكرتير عام محافظة الألوية سابقا والسيد الألواء طيار عادي الوهبة ويكون معنا مواضيع شيقة ومواضيع تهم كل المصريين في كل مكان على مستوى العالم حتى الجاليات المصريات والجاليات المصريين الموجودين في كل مكان على مستوى العالم لينا نظرة ولينا رؤية ولينا عرص ولينا فرحة حقيقية من خلال يعني بنقول الانفتاح وتستير التاريخ من أهم حدث حقيقي بالأمس مع فخامة السيد الرئيسة عمفتاح السيسي يلا نطلع فاصل عشان نستقبل ديوفنا مشاهديننا الكرام في كل مكان أهلين على مستوى المحافظات على مستوى المدن على مستوى النجوع على مستوى كل مكان فيك يا مصر المحروسة على مستوى العالم لأن عندنا أخواتنا الأجلاء أخواتنا في كل مكان على مستوى العالم كل التحية لحضراتكم وكل التحية لإدارة الشؤون المعنوية الباسلة على المشهد الجميل المشهد الحضاري اللي قدمته بصورة حضرية للعالم كله والله العظيم يمكن أكثر من خمسين سبتين قامرة بتصور الحدث هنا الحرفية وهنا المهنية كل التحية كل التحية للشؤون المعنوية كل التحية للحرفة المهنية اللي يعني أدوا صورة حضرية بجد قمرات في كل مكان قمرات في كل مكان عشان يقولوا الصورة للعالم كله يورروا المنزر الحضاري للصرح الجميل قادرين بفضل الله قادرين بفضل الله مش هديو الكرام في كل مكان يعني معنا ومع حضراتكم ديوفنا العزاء سيادة اللواء طيار عيد اللواء ببرحب بك كما معنا السيد اللواء حاسم ناجي برحب بحضراتك سيدة اللواء umerي طبعا سيدة اللواء حاسم ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصرية المصري وسيادة طيار عائد الواء بقى المنصك الامن والسياسي لحملة سيادة الرئيس المفاوض المساعد لملف افريقيا سفير النواية الحسنة مستشار امني لحقول الانسان برحب بكم والد الشهيد والد الشهيد البطل الرائد محمد اللي استشهد في اختيال الكلاب الانجاس اللي طبعا في الفترة اللي كان فيها شهداء لولادنا كتير طبعا برحب بيكم النهاردة في برنامجكم احداث الساعة والنهاردة عندنا طفرة كبيرة ومشاهدين للكرام يعني احنا كان المفروض انها هبدأ من اليمين لكن طبعا سيادة الواء عادل قال هنبدأ بسيادة الواء حسن القامة في هذا البرنامج الله يخليك سيادة الواء يعني برحب بيك مرة تانية طبعا احنا بنتكلم النهاردة عن عرس سطروا التاريخ مصر واولادنا الاجلاء تحت ريادة وتحت كيادة عجيمة تحت فخام ريادة ورعاية فخامة السادة الرئيسة عفتاح السيسي في اكبر صرح لقاعدة العالم كله شهد لها بالامس وطبعا الشؤون المعنوية غطت المشهد الحضاري وحاولت ان تدي للعالم كله رؤية ان مصر عظيمة بيولادها بجد ومصر صناع التاريخ اقول لحضرتها حكا جاوستاني يعني الشعب المصري في 2017 كان بيسأل ليه مصر عملت قاعدة محمد نجيب نعم كان سؤال مهم جدا ليه عملت قاعدة محمد نجيب كان شهدت اللي جامل المخاونة وكان بيحاولها تلاعبوا يقولك في المنطقة الغربية لمصر واعتقد ان هو اترضى على سؤالهم الايام دي بعد احداث ليبيا واللي بيحصل في ليبيا هعرفوا يعني ايه فكر السيد الرئيس عفتاح السيسي كان رايح لفين ومتوقع ايه وعمل قاعدة محمد نجيب في 2017 ليه لحماية 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 نعم حدود مصر الغربية وحدودنا مع ليبيا والبحر المتوسط وحدودنا مع ليبيا والبحر المتوسط النهاردة بيعمل قاعدة بارنيس على حدودنا مع السودان وبيعمل حاجة مش حاجة صغيرة ده بيعمل قاعدة على 150 الف فدان بيعمل قاعدة بحرية وقاعدة جوية فيها مستشفى عسكري فيها وحدات ختالية فيها رصيف ملاحي وفيها لاستقبال حاويات بيعمل حاجة عظيمة الناس بتقول ليه لا ده فكر استراتيجي فكر العسكري الصحي سياد اللي هو أنت شايف بقى أن فيه الجان اكترونية يعني كان تم الأفضل على بعض اللجان في باب اللقب الأمس دي خلي لا 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 تعرف اللجان جي بتقعد تشتت في الإنجازات وتشتت في الأفكار وتشتت في المشاريع ما بتبصلوش وقاعدة بابنيس بتقول للعالم كله احنا جاهزين جاهزين من حدودنا الغربية بقاعدة محمد نجيم وجاهزين في حدودنا الجنوبية على حدود السودان والبحر الأحمر بقاعدة بابنيس واعتقد اللي شاف افتتاح قاعدة بابنيس مبارح لازم يقول يقف السطب عنده أنا بأمن مش بأمن مصر لوحدها بقاعدة بابنيس بأمن كل الدول العربية اللي حواليها والمنطقة العربية كلها لأننا بمسك حدودنا من جنوب البحر الأحمر لحد شمال البحر الأحمر فوق كل السعودية موضوع كبير يعني مشهد بس يعني زي ما قال رئيس أنا بقول لهم هو اللي يكلم يقرب بس واحدة اللي يقرب منه طيب احنا هنقول دور الأحزاب برضو شافت المشهد ده بس نشوف سابت اللواء عادل انت شفت المشهد والمنورة الجميلة اللي قامت بيها يعني كواتنا المسلحة في مشهد حضاري واتنقلت الصورة العالم كله ومكن وقفت بعض من الخوانة والمرتزقية والهليبة اللي هم بيعني بيلعبوا على تجارة الدم والسلاح وقفوا لحظة كده وفي ناس بكت للمشهد العظيم اللي حصل الأمس شوفت ازاي سابت اللواء هو مع تحياتي لحضارك وجميع مشاهدين وفرق العمل محترم مع هاني بيل محترم إضاح بما أن أنا شرفت كطيار مقاتلات في كوات المسلحة كنت حاليا معاش ولكن في توصل مع قيادات البلد المحترمة هوصل رسالة فنية حقيقية سيادة رئيس ربنا بارك له كون أنه هو افتتح قاعدة جوية في منطقة بارنيس زي ما ستلوى حسن أستاذنا الفاضي الأشار هي أقرب ما يكون للمنطقة الجنوبية لأنها تابعة للمنطقة الجوية الجنوبية لأنها داخل القاعدة إن كان ظهر جزء بسيط استعراض بعض القوة العسكرية البسيطة 30% فقط ستلوى ده مجهود كبير من جيشنا العظيم يعني كنا في بعض الكواليس في تواصل بينه وبين حضرتك بالأمس وأول أمس كنا بنعز أنفسنا في عرص تم في ابننا اللي استشهد الطيار اللي استشهد في التدريبات العسكرية مقدم مصطفى يعني هنا في مجهود قبل المنورات وقبل الشغل اللي بيتم للمشأة للعالم كله ماش كده هو بينما أني هني بيأشار لموضوع زمننا اللي محترم من مقدم مصطفى يضح للكل عشان يعرفوا من هي المؤسسة العسكرية اللي بيرقصها بفضل الله وليس تملك والله أقوى أسد مخابرات في العالم وأنا مختاري الاسم ده وبعنيه مصطفى زمننا كان بيأمل المنورة لضرب البؤر الإرهابية فأثناء عودته كان مفروض يخش على منطقة السماعيلية فبقدر الله حصل عطله معين في المحرك فخشى مصطفى أن الموضوع يتفاقم قطيار محترف رحمه طوله عليه ففضلنا هو يعمل باكتراك تاني ورجع على المنطقة اللي هي منطقة السيناء لأن احنا لو عملنا إيجيكشن من الطيارة قطيارين مقتلات الطيارة بتفقد السيطرة بتقع في أي منطقة ساكنية احنا اتدربنا لو هنعمل حتى إيجيكشن نترك الكرسي نختار منطقة آمنة ما تسببش أي ضرر لأهلينا في الإسماعيلية كمثال فهذا الزميل الفاضل زي أخونا قبل كده رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه ويباختب الشهادة نعم تمام فضل أنه يرجع ويتوصل الأمر أن أثناء عودته كان محرك عتل فكمل عشرين ساعته على الطيارة استدم بالأرض وانفجرت به الطيارة زي ما حصل مرة ده أحمد وزميلنا الأصغر كان معاه فضلنا أنه استشهد وأن الطيارة كان فاجر والطيارين الحربيين يا حضرات بيختلف شهادتنا عن غير أي زميل تاني في أي مؤسسة عسكرية وشور سيد النواء يعني أنا عايز أفهم برضو هنا إدولوجية أهالي الشهداء اللي يعني بيستشهدوا في حفنة طراب بلدنا حفنة طراب العظيمة مصر بيشوفوا المشهد اللي افتتاح أكبر صرحة عظيم لقاعدة برنيس مبارح هل ده كان رد قاسي لكل الإرهاب وكل الخوانة وكل المنتفعين اللي بيحاولوا كسف الدولة المصرية كان رد إيجابي مبارح وكل أهل الشهداء شافوا المشهد ده إزاي مبارح هو أنا بما أننا ربنا شرفني بابن الشهيد النقيم محمد اللي احنا قولنا عبد الكادة وده معرفة بكل 22 طائرة في المواجهة أنا سعدتي كأب لمستي هذا الأمر إحساس كامل إن أنا إحساسي ندم محمد ابني وإخواتنا وولادنا أثمر خير عظيم إن قوتنا بتزيد بفضل الله ثم المؤسسة العسكرية والشورتية المحترمة وعلى رأسنا سيدة الرئيس اللي مجنن مخابرات العالم ربنا يحفظه ويعينه سيدة اللوح حسن يعني كلمة مهمة جدا من سيدة عاد الوحبة إن فخامة السيدة الرئيس مجنن بعض من المخابرات على مستوى الدول المحيطة أو على مستوى الدول اللي هي بتحاول أنها تنتفع من كسر الدولة المصرية وعمرهم ما هينالوا منهم بعض اللي إحنا كنا بنتكلم عليه أردغان أو قطر أو بعض الدول المنتفعة بهذا الأمر وهناك تلحم وتناغم بين الجيش المصري والشرطة المصرية البواسل في الإنجازات والركيب الدولة المصرية يمكن لما نجي نتكلم على التلاحم والتناغم لما اتكلمت دلوقتي قلت قاعدة برنيس برنيس نعم وقلنا قابليها قاعدة محمد نجيب محمد نجيب نعم في الشرطة بالحفاظ على مقدرات الشعب المصري بيحبوا زي ما انت قلت الأول كتاب إلكترونية بتحاول كتاب إلكترونية بتحاول لكن مفيش فكرة آآ آآ الإخوان المحظورة اللي بتحاول تبس اسمهمها نعم داخل الشعب المصري ده ما زال جاسات اللواء يعني ما زال لغاية النهاردة التلاعب على السوشيال ميدي وحروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس وأعتقد أن فضل الجيش وفضل الشرطة نعم ومكافحة الابهاب في سينة أعتقد نتائج يعني محسوسة للجميع لو حسبنا من خلال في خلال السنة اللي فاتت لأ في تقدم رهيب في نتائج مكافحة الابهاب ساعدك وانت خبير أمي وهناك باعة كبيرة في جهاز وزارة الداخلية انت شايف أن طول ما الدولة المصرية بترتقي يعني بعد المشهد الحضاري للعرس أمس انت شايف أن بعض الجماعة الخوانة هيحاول يتلعبوا على سوشيال ميديا لا لا خلاص السوشيال ميديا اللي انتعرف الموضوع سوشيال ميديا مهم جدا اللي فيه يعني يحاول يتلعبوا لا 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 أعتقد أن القانون اللي نازد القانون اللي شغال وإخواتنا في الشرطة مباحث الانترنت ومش سايبين حاجة ومش هيسيبوا حاجة واللي بيفكر يأمل اللي هو لا مش هيساب لأن ده خوف على الشعب البصري خوف على بلدنا كلها نعم يعني جهاز الجهاز العظيم جهاز الجيش سيفا ودرع المصر هناك إنجازات وهناك بعض المشاريع القومية مع التلاحم مع مؤسسات الدولة وبعض من الأجهزة التنفيذية الموجودة ومن جانب آخر وزارة الداخلية عاملة مبادرة جميلة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس كلنا واحد للسلع عشان تغزي أهلينا تعالوا يا جماعة نطلع نشوف كده مع حضراتكم كلنا واحد من أجل مصر تحت رعاية وفخامة السيد الرئيس عفتاح السيسي ليعني الرؤية والحضارة لوزارة الداخلية في موضوع السلع على مستوى سلاسل الهيبرات وسلاسل المشاريع الموجودة للحدية من السلع وضرب بيد من حديد على بعض التجار الجاشعين تعالوا نطلع نشوف التاريخ مع حضراتكم ونرجع تاني النسب الخصم فيها بتيجي أكتر أعلى من الأيام العادية ما بين بتتراوح ما بين خمسة وثلاثين أو أربعين وبتيجي في بعض الأصناف خمسين في المية طبعا نص الخصم عشان خاطر نقدر أن احنا يحس بها المواطن نحرس على أن كل مبادرة تكون أفضل من السابقة ويكون فيها تجديد السلع تتوافر في فروع قبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية وبجودة عالية وللتيسير على المواطنين في معرفة السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية إضافة إلى لافتات تنتشر على مداخل هذه السلاسل فيما أبدى المواطنون سعادة كبيرة بهذه المبادرة التي تتيح لهم شراء احتياجاتهم دون تحمل أعباء إضافية أنا بشكر سيادة الرئيس بمناسبة المبادرة دي وبشكره طبعا على المبادرة دي يا رب تكونتوا للسنة وبهنيهم طبعا بعيد الشرطة كل سنة وهم طيبين وكل الشرطة بخير وإن شاء الله مصر تبقى دايما في تقدم وتبقى في أحسن وتبقى في أحسن حال إن شاء الله والمبادرة طبعا بساعد لكله كل واحد عارف يشتري لوهما محتاج كس سكر بخمسة جنيه وكس الرز بستة جنيه شهدنا الكرام طبعا إحنا ده مشهد جميل مشهد حضاري بتقدمه خدمات وزارة الداخلية على مستوى المشاريع ومستوى السلاسل وهيبرات كل محافظات مصر وإشراف عليها تحت رعاية وفخامة السيد الرئيس عفتاح السيسي بتدي رؤية بتدي يعني صورة لضرب التجار الجاشعين اللي بيحاولوا إنهم يتلعبوا بأهلينا في كل مكان ما دي بعض الانجازات عشان شوية الخوانة المرتزقة اللي عاديين بيحاولوا يتلعبوا على السوشيال ميديا ومش عايزين نتكلم كتير على شوية المرتزقة لإن خلاص بإحنا دولة بنتقدم دولة بنسبة للعالم كله الحضارة بنسبة للعالم كله تصطير التاريخ معالي السيد اللواء حسن ناجي يعني هنا وزارة الداخلية بتشرف إشراف كامل على بعض السلاسل اللي موجودة النهاردة على مستوى المحافظات في الحدية من السلع لأهالينا على مستوى كل الكطاعات اللي موجودة بيواما هو ده الأمن اللي أنا بتكلم عليه من شوية هو الأمن الداخلي بتاع مصر إن أنا لازم أشبع شعبي من كل حاجة بيحتاجها الشعبي ده عشان بيحتاج حاجة هو مفيش حاجة آه كل فيه حاجة بتغلى حاجة غالية طريق اقتصادي مشينا فيه مع السيد الرئيس ولازم نكمل فيه ونمشي فيه في بعض أهالينا لسه مش قادرين يوصلوا يشتروا الحاجة بسعبها الجيش معنا السيد اللي وقاء معنا يعني أحد أصحاب الهيبرات معنا في مدخلة ألو معنا الحج صالح عبد حميد ألو إزاك السيد هين إزاك حضرك حج صالح بسهل خير على حضرتك كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيب بسهل خير على حضرتك وعلى السيدة الديوفة طبعا إحنا في عرس من أمس لأكبر صرحة عظيم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالتاح السيسي وكل الكطاعات الجيش والشراطية وكل أهالينا في كل مكان وعرس 25 يناير بنهني في أولادنا البواسل من جهاز الداخلية وهنا حضرتك في أحد سلاسل هايبر الشرقية بتقوم بمبادرات كتيرة وبتقوم بيعني تكسيف لأهالينا على مستوى يعني على مستوى المحافظات ممكن تقولي أنت النهاردة يعني في مبادرة حقيقية بتقدم خدمتك للأهالينا وعايزك يعني تدينا رؤية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس وجهاز الشرطة البواسل طبعا بالمناسبة طبعا دي مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمبادرة دي دي المبادرة الحداشر بتيجي في أهم الحاجات طبعا اللي هي السلع التراتيجية والأساسية للمنزل اللي بيحتاجوا المنزل كله عشان خاطر ضغوط الحياة زي ما حضرتك عارف نعم والضغط بتاع الشراء المنتجات أو كده ما يكونش بسعر كبير يكون يقدر يوصل للمواطن يقدر يحس بي نعم دي طبعا رؤية للسيد الرئيس المبادرة دي طبعا اتعاملت خصيصا عشان عيد الشرطة الـ 68 كل سنة وهم طيبين نعم اتعاملت خصيصا عشان خاطر حاجة تبقى مختلفة عن كل المراحل السابقة لأن طبعا في المراحل السابقة كان فيه مثلا مبادرة للمولد النبوي كان فيه مبادرة للكريسماس كان فيه مبادرة لشم النسيم كان فيه مبادرة لرمضان كان فيه مبادرة للمدارس نعم كل المبادرات دي طبعا تحت رعاية سيد الرئيس عبدالفتاح السيتي بتبقى مختلفة المرة دي اختلفت عشان خاطر المبادرة عشان عيد الشرطة نعم فعملناها وعملناها المبادرة الحداشر ما زلتوا المبادرة الشغالة حاج صالح؟ المبادرة الشغالة والمدة شهر بتشتغل على المواد الأساسية والاستراتيجية زي الرز، السكر، الزيت، السرعة التموينية الأساسية اللي هي بتبقى موجودة في المنزل نسب الخصم طبعا وصلت بحد كبير 30% و40% وفيه بضاع منتجات وصلت لـ 50% زي الرز مثلا بيتباع في الأيام العادية بـ 9 جنيه يعني اتعاملت بدون نسبة تحمل على التجار أو المؤرد بيتبيعوا مثلا بـ 5 جنيه في الماركت شغالة الرز الخمسة كيلو عمرها ما حصلت طبعا معديها أكتر من 50% من 70 و80 جنيه و60 جنيه الرز الشغالة الخمسة كيلو بها نهاب 20 جنيه دي طبعا عشان خاطر نقدر نخلي المواطن يقدر يحس إنه هو بيستجيب وإن المبادرة لها إيجابية في الشارع وإن يكون لها إيجابية تحقق بنسبة كبيرة طيب حاجة صار يعني دي تحت رعاية وزارة الداخلية برضو بيحاول أنهم يعني متلحمين معاكم بيشوفوا في مشاكل في أي حاجة المبادرة بتبتدي حضرتك بتبتدي بكلنا واحد المسمى نسمىها سيافة الرئيس نعم كلنا واحد دي عشان يبقى ما فيش طبقة لا فقيرة ولا طبقة غنية كلها بتبقى مستوى واحدة نعم بتيجي تحت رعاية الساد الرئيس والتي بتتبنيها وزارة الداخلية نعم بيحصل عدة اجتماعات طبعا السيد المساعد مدير الإدارة العامة المباحث للتموين أنه هو يجي بيحس مثلا أنتو النهاردة في مكسب طول السنة بنعمل مبادرة ما تجيش على نفسك بس لازمة المواطن يحس أنه هو فيه فرق في الأسعار يعني يحس أن الأسعار هادية يحس أن الأسعار منضبطة في السوق بنسبة كبيرة كدور شرطة التموين زائد أن هي حاجة بتبقى لصلاح المواطن يبقى على الرقابة لأن طبعا ما فيش رقابة في السوق شرطة التموين لو ما عملتش القبع على التجار أو السلع أو المحلات التجارية اللي بتبيع السلع بتصبح فيها كل واحد يبيعه اللي هو عايز يبيعه مثلا السكر كان بستة ونص طبعا كان طالع لسبعة والتمانية شرطة التموين قدرت تتحكم في التجار إن هي ما تقدرش إن السوق ما يروحش في حتة يكون غالية المواطن يزعل منها نزلوا للسكر اللي خمسة جنو مص ضغطوا على يعني إيه ما تكسبش بدون نسبة تحمل عليه ولكن ما تكسبش مكتب يبقى باهز معك في السوق عامة تانية وأهم حاجة لات من رأي المواطنين إن هي بتكون بالنسبة لهم كويسة ولا وحشة ولا إيه بتيجي تسعى المواطنين ولك لا يريد يعني تلقائي يريد إن تفضل على طول نعم حاج السلح تب شفتوا يعني المشهد العظيم بتاع عامس في أكبر قاعدة على مستوى الشرق الأوسط قاعدة برنيس وحضور فخامة السيد الرئيس ورفع عالم مصر على هذه القاعدة اللي النهاردة بتدي مشهد حضار العالم كله والناس قالت إيه وهي بتشتري في السلح في المشهد الجميل أمس الفندم انت دلوقتي بتبين يعني العين الحامرة نعم انت مثلا بتبضل ساكت أنا حد بيكلم ما بكلمتش أول ما العين الحامرة بتطلع دي حاجة صغيرة كده ودي طبعا من ضمن إنجازات السيد الرئيس بيعملها كتير حاجة من ضمن الحاجات ولكن الحدث ده أهم حدث ممكن يحصل كتأمين كحاجة جديدة كحاجة ما حصلتش منذ فترة طويلة طبعا من الزمن ولكن بتدي للوقت المناسب إن أنا بوريك العين الحامرة هي دي العين الحامرة أرضا وصلبا وجوا كمان كلنا واحد حاج صالح كلنا واحد طبعا بحييك بحييك وبشكرك سيدة اللواء إيه رأيك في رد أحد صاحب السلاسل اللي هيبرات وهو ما يخص هيبر الشرقية على مستوى مصر ده هو رد رجل الشارع الرجل اللي بيحس بالخدمات وباللي بيحس باللي بيقدمه الوقيس عرفتاح السيسي واللي بتقدمه الحكومة ده هو ده رجل الشارع اللي أنا عايز أسمع رأيه نعم وده أسمع ترأيه صح زمالي في العدد يا جماعة معنا فيديوهات ومعنا شغل جميل كده من من يعني من مشهد الجميل رفع العالم المصري على الكعدة مش كده سيادة اللواء يعني المشهد جميل والمشهد حضاري ولو عادنا تكلمنا فيها يبقى باعة كبيرة عادل بيه في هذا الأمر انت بقى عايزك تديني الخطة الاستراتيجية للمشهد العالم برا نظرنا يعني شابنا ازاي في الصرح الجميل وهنا الشؤون المعنوية قديت دور حرفي ومهني في بس المشهد للعالم كله يعني ممكن اكتر من خمسين ستين كامرة في كل مكان عشان تنقل الصورة بجد تنقل الصورة الواقعية شايف يعني عايزك تدي رؤية وشايف المشهد ازاي هو الموضوع فيه كذا محتوى المحتوى الاولاني والاهم هو المحتوى العسكري لان قاعدة برنيس متخللها كل الوحدات والاسلحة والزخيرة داخل هذه القاعدة اللي هي مسؤولة اساسا عن تأمين البحر الاحمر في شطة المجالات والمنطقة الجنوبية على مدايات اكتر من اي حد يتخيلها بس مش عايز اقول ارقام عشان ما حدش في الجنوب يتخط لكن ايدينا طيلة بفضل الله اعلى مستوى زايد لاول مرة في تاريخ مصر بفضل الله سمى سابت رئيس حقيقة كل قاعدة عسكرية ايا كان مسمى اتجاهها ايه في معمول اكتفاء ذاتي للناس العسكريين الموجودين والمدنيين اللي متوجدين اكتفاء ذاتي كامل مش محتاجين اي تحميل على الدولة بل بالعكس الجيش في اتجاهات اخرى غير الوحدات العسكرية تأمين على اعلى مستوى استراتيجي لكافي مصر عشر سنين قدام فدعم المنافسة قوية لصالح بلدنا والمواطن الضعيف بيخلي كل الاماكن البرايفت الخاصة اللي تتعامل في ما يخص المستخدم المصري المحترم لازم يعمل سعر قليل عشان يقدر ينافس المؤسسة العسكرية اللي هي تماما بتتعامل في الجزئة دي مع بعدها عن حماية مستمرة ولكن ده باندي تاني مختلف وقدرة مختلفة تماما عشان الجيش المصري ومعهم الوزارة الداخلية محترمة في كل الاتجاهات المتوجدين يحموا حقوق ابسط مواطن مصري محترم سيادة اللي هو شفت الطيران إزاي مدارح في المنورة وعايزة أشوف بقى يعني الحسة بتاعت الطيار عادل وهبة في المنورة وولادنا وهم طيرين في سماء مصري كده بيحاول ان هم يدوا رسائي الرنانة هو عشان كان دير سلام سيادة الرئيس رباني يكريمه بفكره العالي وقصة احنا كلنا عارفين انه هو أصلا كان في الكلية الجوية الان قدر الله تعالى الفتنس حصلت غير عنده لإصابه في الأجهزة فهو هذا القائد المحترم فاهم يعني ايه زراعة طويلة لأي دولة فمن هنا أحدث أسلحة حاليا في مصر في كل القواعد وكان آخرها برنيس وليس بآخر ان الطيارات الجديدة اللي دخلت اسلاح الجو المصري على أعلى مستوى طيارين مصريين على أعلى كفاءة باعتراف الخبرة مصنعين هذه الطيارات يعني تعالوا عايزين نسمع يا جماعة المتحدث الرسمي لجيشنا العظيم زمايلي في الإعداد عايزين نسمع كده المتحدث طيب يعني سيادة اللي هو كان هنا كراسير رنانة لكلمة السيد الرئيس ورفع علم مصر على قاعدة برنيس ويمكن إدت رؤية وإدت مشهد يعني تعالوا تعالوا هنطلع نشوف بس المتحدث لجيشنا العظيم قال إيه والرسالة الرنانة اللي يعني بحاولوا إن هم يدوا لبعض بقى الجماعة اللي هم عاديين من الخارج اللي احنا بديتكلم عليهم كتير وانا يمكن لما بقعد اتكلم علي الناس دي أنا زاد نفسي أما بروح بقى تعد أو الله العظيم لإني مش عارف هم إيه عيد الجوتهم إيه الود اللي اسمه زفت جودة ولا اسمه أنا مش عارف الأشكال دي ولو اتكلمنا عليهم كتير بنتكلم والاسمه نيلة معتز وأشكال كلها بجد لا تموت لمصر بأي صلة تعالوا نشوف الرجل العظيم المتحدث الرسمي اللي جيشنا العظيم بيقول إيه إسلامي يا مصر إسلامي يا مصر يا أرض الوطن إسلامي يا مصر يا أرض الكنانة إسلامي يا مصر تحت شعار ورعاية فخامة السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي إسلامي يا مصر بأجمل مشهد سطارته التاريخ كل جنودنا المصريين كل أجهزتنا المعنية جيش وشرطة بجد رسائل رنانة سقر من سقور ولادنا هو فخامة السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي لكل المصريين طبعا أعزائي المشاهدين ممكن رسال كتير لو عادنا نتكلم هنتكلم في باعة من الرسال الرنانة اللي بجد في ناس كتيرة من بره بصت وشافت لو مصر كشرت على أنيابها إيه اللي ممكن يحصل سيادة اللواء عايزين نشوف بقى وبنقلني حضرتك نائب لحزب الحرية المصري دور الأحزاب إيه في الفترة دي لأنه مهم جدا أنا شاف أن الأحزاب كلها بتجري وبتحاول أن هي تعمل تغيير ودم جديد داخل الأحزاب عايز تقول لي بقى دور الحزب عندكم عمل إيه والتنافس اللي بيتم النهار ده والصراعات اللي بيتم من الأحزاب على مستوى المحافظات أنا عايز أقول لي بس الأول الحزب الحرية المصري ده من الأحزاب الداعمة للدولة ودعم السيد ومتدعم السيد الرئيس عفتح السيسي نعم حزبنا منتشر في 27 محافظة في مصر لنا مقارات في جميع محافظات مصر عايز أقول لك أن عدد مقاراتنا وصل كنا آخر مرة كنا في الوقصر ونقادة وارمانت وإنا كنا فاتحين آخر مقارة كان 487 نعم المقارة رقم 700 487 وكان في إنا المقارات دي زميل يا جماعة كده فيه صور يا جماعة فيه آه آه أقولنا الصور كده يعني كنا رصادنا برضه صور لحزب الحرية المصري فيه انتشره على مستوى المحافظات والتنافس اللي بيتم بينه وبين الأحزاب اللي موجودة النهار ده على الساحة المصرية وإحنا في فتحنا للحزب للأمانة رقب 487 إحنا بنفتحش أمانات وإنسيبها نعم تعليمات الدكتور صلاح حصاب الله رئيس الحزب والمتحدث الرسم من مجلس النواب نعم إن جميع مقاراتنا هي مكاتب خدمة للمواطنين مكاتب خدمة؟ مكاتب خدمة للمواطنين كل مقر حزب بنفتحه بنعمل فيه مقر خدمة المواطنين دي أول مرة يعني دي ممكن أول مرة لا مش أول مرة إحنا جميع مقاراتنا 487 فيهم مقارات لخدمة المواطنين تمام الأمين أو الأمين الموجود في محافظته أو في مركزه إحنا بنعمل وحدات قاعدية في جميع الكرة ما بنعملش في المحافظة بس نعم أنا بعمل في المحافظة وفي المراكز والمدينة وبعمل مقارات قواعد حزبية في القرة والنجوع إحنا رحنا صوهاج رحنا نجع عربة عبو كريشة ونجع لفينا نجوع صوهاج كلها تمام الأحزاب لازم يكون لها دور دور لو تتخيل كده نحسبها مع بعض نعم لو عندنا مثلا مئة حزب وكل حزب عنده خمسمائة مقار بخمسمائة مكتب خدمة مواطنين مئة في خمسمائة بكام ما خلناش حد من المواطنين لما تخدم بخمسين ألف مقار نعم نعم لو يبقى عندنا خمسين ألف مكان المواطن يروح يطلب فيه غدمته المواطن الشعب المصري شعب طيب جدا ما بيصدق حد نفسه حد يسمع شكوته والشكوى مجرد أنت تسمحها من المواطن المصري مش شرط أنك تحلها أنت ممكن مجرد مقابلتك ليه وتحسسه أن فيه حد بين شكوته والمسؤوليه بفوق نعم وبيتابعها أعتقد أنه هو بيقى مصوت من جواه نعم وما حدش يطلع فيه نعم نعم سيادة 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 مهمة لازمك اتفاض اتفاض احنا اتكلمنا دلوقتي فيه كلنا واحد للشرطة للدخلية احنا عندنا جميع مقارات حزبنا جميع مقارات الحزب عندهم تعليمات من سيد رئيس الحزب بعمل المعارض السلعي الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة أقل من الجملة كل حضرتك انت من شبرا الخيمة نعم اعتقد المعرض اللي معمول في ميدان المؤسسة نعم معرض نعم معرض حزب الحرية المصري فيه خير دليل واشاهد على الكلام ده نعم جنب بيتك في كل المحافظات عندنا هزي المحافظ اكتوبر عندنا هنا في اكتوبر دكتور خليد القط امين اكتوبر عامل معرض في اكتوبر نعم يوسف خطاب في الجيزة عامل في كل اسام الجيزة طب ليه ليه سيادة اللوع هادل يعني أنا انت يعني بتابع حضرتك بتبقى موجود في العمل الخدمي للأحزاب برضو بتكون متواجدة في المؤتمرات انت شاف الأحزاب متواجدة على ارض الواقع بالفعل زي حزب الحرية اللي ابتدى ينتشر الفترة الاخيرة دي في على مستوى المحافظات والقرى وبيفتح مكرات سريعا دلوقتي والتنفس اللي بيتم بين الأحزاب وبعدية هل لو بالفعل الأحزاب دي قامت بدورها على ارض الواقع مش كل المواطنين اللي موجود كل اي مواطن مصري النهاردة يحس ان فيه خدمات بتتم هو انا بداية انا هستعير كلمة لسيد الرئيس قالها من حوالي سنة وقررها في اكتر من لقاء وهي رسالة حق اني قال ربنا احفظه انا مش هشتغل لوحدي ان كنتي لأنتامل اي حزب وشرف ليه طبعا ان اكون في اي مكان وانا اصدقلها عشان ما حدش اقول ان انا بتكلم عن حزب معين رسالة خالصة الواجه له امتداد لكلام سيد الرئيس اللي هو ربنا كرم نبيه وهديئة ربنا لمصر اهم من خدمات سيد لوح حسن ربنا بارك في عمره اشار اليها اللي هو بيعملوها المواطنين فيه نقطة اهم وده رأيي كمؤسسة اسكرية وبعمل في العمل العام بقى لي اكتر من خمس سنين زيادة وعي المواطن المصري اهم مننا اقدم له اقدم له خدمة زيادة الايجابيات وازهارها ومحاولة حرب السلبيات من خلال احزاب الامينة وبشكل هادئ هادف هو ده يزوي ساقة المواطن المصري في بلده فده دور الاحزاب اللي عنده وطنية محترمة لازم يعمل ده اساسي يعني انا كان نفسي كان نفسي بقى فيه وقت كتير اللي بيقوله السيد اللي هو عادل وهبة اتفضل ده متحقق في امانة الحزب عندنا فيه حاجة اسمها امانة التدريب والتصقيف امانة التدريب والتصقيف المركزية دي انت اتبعها امانات تدريب وتصقيف على جميع مستوى جميع المحافظات والمراكز والاساب دي شغلتها التوعية والارشاد لكل الناس يعني سيادة اللي هو حسن سيادة اللي هو عادل دون الاحزاب في البطرة القديمة هيكون لدينا فيها وقت كبير وانت نتكلم في هذا الامر احنا انت كتول بتنافسه احنا ما عندناش تنافس بالعزاب نعم احنا نعمل ولا سير فقط ما بننظمش خلفنا ولا وغانا ولا قدامنا احنا بنفس حد ولا حد بنفسنا واحنا شغالين للدولة المصرية ومش شغالين لحد تاني ابدا شغالين حماية للدولة المصرية بقيادة رئيسها عفتاح السيسي بشكرك سيادة اللي هو كلمة سريعة عشان هنقتل لاني كان يعني انا اتمنى ان يكون هناك وقت باعة من الوقت مع حضراتكم كيمة وقامة كبيرة النهاردة بنحاول ناخد منكم الرؤية كلمة سريعة لكل مواطن مصري محترم شريف بيخاف ربنا بلدنا امان علينا هي غالية علينا دم ولادنا راح ولكن هو اثمر سمار كثيرة كلنا اي حد محترم هو سيادة الرئيس السيسي لنجاح بلادنا لجل ولادنا واحفادنا ما نفكرش في نفسينا بشكرك سيادة اللواء شيء مش عارف له اخر ومشيته في الاواخر هقول ايه رسائل كتير اورنانة لو قلنا الشعر ايبقى شعر طويل اعزائي مشاهدين في كل مكان يعني يا رب نكونكم عند حصنة ظن الجميع ونتمنى نكون يعني قدرنا ندي رسائل لحضراتكم لأهلينا في كل مكان وان شاء الله انتظرونا في نفس المعاد يوم الخميس القادم في نفس معادنا وبرنامج احداث الساعة وهيكون معنا باعة من المواضيع اللي حضرتكم تحية مصر